قال ثلاثة مصادر في الأمم المتحدة اليوم أن نحو 27400 فرد من مسلمين روهينغا فروا إلى بنجلادش هرب من العنف في ميانمار خلال الأسبوع الماضي فيما تقطعت السبل بنحو 20 ألفا آخرين قرب الحدود بين البلدين وانتشلت قوات حرس الحدود في بنجلادش يوم الخميس جثث 20 امرأة وطفلا من الروهينغا